موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 45% من الرقة موسيقى القوات العراقية تعلن عن المعركة الجديدة المرتقبة في القائم والعالم مهدد بحروب وصراعات من أجل المياه أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن السورية اذ مجحت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في تحرير نحو 45% من مدينة الرقة منذ انطلاق عملياتها العسكرية لتحرير المدينة من احتلال داعش بحسب ما قالت المتحدثة باسم حملة تحرير الرقة جهان شيخ أحمد وقالت أحمد إن سوريا الديمقراطية حرر بثمانية أحياء في المدينة بعد مرور 47 يوما على انطلاق العمليات العسكرية إلى ذلك شنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 60 ضربة جوية على قرى وبلدات في ريف الرقة الشرقي مخلفة قتلى وجرحى وقالت مصادر محلية في ريف الرقة الشرقي إن طائرات الروسية استخدمت القنابل العنقودية في هجومها على بلدة زور شمر ومعدان ومخيم للنازحين في زور شمر سقط خلالها سبعة قتلى وأربعة وعشرون جريحا أغلبهم من النساء والأطفال تفاصيل أوفى مشاهدين في التقرير التالي مجازر كبيرة خلفها قصف غير مسبوق تعرضت له مدينة الرقة السورية حيث شن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد والآخر الروسي خلال الأربع والأشرين ساعة الماضية أكثر من 60 غارة جوية على قرى وبلدات ريف الرقة الشرقي كما استهدف الطيران القرى والبلدات بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ وغير بعيد من ذلك وخاصة في بلدة معدان ومخيم زور شمر شرقي وجنوب شرق مدينة الرقة قتل ستة مدنيين ووصيب تسعة أشر آخرين جراء قصف للطيران الحربي الروسي بالقنابل العنقودية المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات الأسد وحلفائها انتزعوا السيطرة على أراضي من تنظيم داعش في ريف جنوب شرق مدينة الرقة معقل التنظيم وذلك بعد ضربات جوية بالمنطقة وفي الجانب الآخر من المدينة تدور معارك بين تنظيم داعش من جهة والتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في مدينة الرقة بعد فرض الحصار عليها فيما أعلنت القوات الديمقراطية سيطرتها على 45% من مساحة مدينة الرقة وذلك بعد 48 يوما على بدء حملة غضب الفرات المدعومة جويا من التحالف الدولي الرمية لانتزاع المدينة من قبضة التنظيم الناطقة باسم غرفة عمليات غضب الفرات جهان الشيخ أحمد قالت إن القوات تمكنت حتى الآن من بسط سيطرتها الكاملة على ثمانية أحياء كبيرة بالرقة مشيرة إلى أن هذه الأحياء تشكل نحو 45% من مساحة المدينة وفي نفس السياق وبما أن مهمة التحالف الدولي لن تنتهي في سوريا بعد معركة الرقة أكد المسؤول الثاني في التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده واشنطن أن مهمته لن تنتهي في سوريا بعد طرد مقاتل تنظيم داعش من الرقة أبرز معاقلهم في هذا البلد وصرح الجنرال روبرت جونز لصحفيين خلال زيارته مدينة عين عيسى في محافظة الرقة بأن داعش لن يهزم مع تحرير الرقة مضيفا أنه على علم بأن عملا أكبر ينتظرهم في سوريا بوصفهم تحالفا دوليا تدخل اتفاقية تخفيف التصعيد في الجنوب السوري يومها 16 وسط بعض الخروقات التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الموالية لها ووسط الهدوء النسبي في الجنوب السوري تحدثت وسائل علام أردنية عن نية فصائل المعارضة تشكيل جيش موحد يحافظ على أمن المنطقة 15 يوما على اتفاق وقف التصعيد في جنوب سوريا وخرقات النظام لا تزال مستمرة في عدد من المناطق على الرغم من نشر روسيا شرطتها العسكرية على مواقع عدة من الجنوب المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق في اليوم الخامس عشر من الهدنة استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة والمدفعية مناطق في بلدة الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة أما في درعة فقد تم توثيق سقوط صاروخ أطلقته قوات الأسد على منطقة درعة البلد أي على بعد أمتار من حواجز الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة في درعة المحطة الأيام الماضية وعلى الرغم من بعض الخروقات في الجنوب إلا أنها شهدت هدوءا نسبيا في مختلف أرجاء محافظات درعة والسويدة والقنيطرة أي تلك التي شملها الاتفاق الروسي الأمريكي لأردني والذي أفضى بإرسال روسيا قواتها للإشراف على تطبيق تخفيف التصعيد القوات الروسية وبحسب الاتفاق بدأت بالانتشار خلال الأيام القليلة الماضية في درعة المدينة وريفها الشمالي وأطراف ريف السويداء الجنوبي الغربي أي قرب بصر الشام على أن تمهد الانسحاب كل القوات المتصارعة وتجهيز البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين تباعا من الأردن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار هذا الاتفاق أتى أيضا كممهد لتشكيل جيش موحد للفصائل السورية الجنوبية وذلك بهدف السيطرة على فوضى السلاح وإعادة الاستقرار إلى الجنوب السوري ووفقا لصحيفة الغد الأردنية فإن 11 فصيلا من بين 57 فصيلا يؤيدون تشكيل هذا الجيش على أن لا يكون بديلا عن الجيش الحر بل يكون تجمعا لتشكيلات ضمن التجمعات الموجودة تحت سقف الجبهة الجنوبية التوجه نحو حل شامل في جنوب سوريا أصبح توجها دوليا إلا أن نجاحه يتوقف على مدى قدرة موسكو على كفح نظام الأسد والميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانبه ما دفع خبراء دوليين للتأكيد على أن هتنة الجنوب هي بمثابة اختبار لقدرة روسيا في الضغط على الأسد وحلفائه وجرهم إلى بوتقة الحل السياسي إلى العراق حيث شنت الطائرات العراقية ضربات جوية على مواقع لداعش في قضاء تل عفر تمهيدا لانطلاق العمليات العسكرية لتحرير المنطقة بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية وقال المتحدث باسم الوزارة العميد محمد الخضري إن الضربات استهدفت مواقع مؤكدة لتجمعات التنظيم ما أدى إلى حدوث ارتباك كبير في صفوف داعش في تل عفر أذى وعدم أفراد داعش في تل عفر أحد أبرز أطبائهم واعتقلوا جميع أفراد أسرته وفق ما أكد مصدر في محافظة نينو العراقية وعلن داعش عدم أبو يوسف المصري أبرز أطباء التنظيم الذي التحق بداعش قبل نحو عامين قادما من سوريا مع أسرته وأنشأ مراكز خاصة لعلاج الجرحى وإلى غرب العراق حيث كشف محافظ الأنبار في العراق سهيب الراوي موعد انطلاق العملية العسكرية المرتقبة لاستعادة المنطقة الغربية الحدودية في المحافظة وتشمل القائم وراوى وعانى تفاصيل أكثر مشاهدين حول المعركة المرتقبة في تقرير الزميلة حنان ظهر لم يكد يمضي شهر على إعلان تحرير الموصل من بطش تنظيم داعش حتى أعلنت القوات العراقية عن بدء عملية جديدة على التنظيم المتشدد في مدينة القائم في محافظة الأنبار فقد أكد محافظ الأنبار في العراق سهيب الراوي أن موعد انطلاق هذه العملية سيتم في الوقت القريب جدا وتشمل العملية العسكرية تحرير مدينة القائم وراوى وعانى أهل هذه المناطق أعلنوا دعمهم للقوات العراقية ومشاركة أبنائهم في القتال ضد داعش لطرده من مناطقهم كما سيشارك أبناء العشائر يذكر أن الحكومة العراقية تعمل مع الحكومة المركزية على فتح جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار في تلك المنطقة لتعيد لها الحياة التي سلبها داعش في سنوات احتلاله لها وعلى ما يبدو فإن الأهالي في عنا وروا والقائم قد استشعروا قرب المعركة فقرروا ترك مناطقهم فقد كشف مسؤول محلي عراقي بمحافظة الأنبار عن خروج 350 مدنيا من تلك المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش موظمهم نساء وأطفال ومسنون وقال قائم مقام قضاء الرطبة بالأنبار عماد الدليمي إن النازحين دفعوا مبالغ مالية لمهربين 100 دولار عن كل شخص وسلكوا طرقا سحراوية بغرض الخلاص من سطوة داعش ومن ظلمهم وإجرامهم يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على مدينة الرطبة غربي الأنبار فيما تستقبل تلك القوات بين الحين والآخر أسرا هاربة من مناطق سيطرة داعش التي تعتبر آخر معاقل التنظيم في المحافظة واحدة من أكثر القصص مأساوية تلك التي عاشتها ابنة الـ 12 عاما الفتاة الموصلية التي فضلت مناداتها نور إذ أقدم والدها على بيعها لأحد مقاتلي داعش بعد أن أجبرها على الزواج مقابل ثمن بخص مراسل الأخبار الآن ويسام يوسف والتفاصيل قصة نور ذات الـ 12 عاما لم يكن لتظهر على العلم لولا الصدفة حيث نزحت بمفردها من الموصل القديمة دون أن تعلم أن القدر قد عد لها مأوى كريما مع إحدى العائلات الموصلية في الحي العربي حيث قررت هذه العائلة إيواءها فتم إغبار الفوج الرابع عشر للحجر العشائري بما تقتضيه التعليمات الأمنية في الموصل رافقنا أفراد الفوج العشائري إلى المنزل حيث التقينا نور وتحدثنا إليها لكنها فضلت البقاء خلف الكاميرا قبل أن تروي لنا ظروف ما قاسته لأكثر من سنتين مع إرهابيين من داعش كان داعشي إحساسي كان بيه داعشي داعشي بس كنت هم مرات أخاف منه هو قبيح الوجه صراحة يعني قبيح فردنا القبيح وإن شاء الله ثاني أنه لما داعشي يعني عرفت أول ما تزوجت عرفت أنه هو داعشي لكن أنا غصبت عليه ما أخذت برضاتي وباعوني على مود المادة طمع وشون تعاملتي مع هذا الموضوع أنه أنت متزوجة واحد غصبا عنك وتعرفين أنه هو داعشي أنت كإنسانة شون تعاملتي مع هذا الموضوع؟ كنت تحسي شون كنت تفكري؟ كنت تفكرة بأي شي بس كنت تفكرة ريدا نهزم منه أما ريدا مرات حتى أفكر نفسي أكتن نفسي حتى أخلص منه ومنعاره تم الاتصال بوالد نور الذي نزح إلى تكريد حيث حضر إلى الموصل في اليوم التالي وبعد استدراجه بداع تسلم ابنته تفاجأ بفتح تحقيق معه في موضوع بيع نور لأحد مقاتلي داعش وخلال حديثنا معه اعترف بما اعترفه بحق ابنته نور رفضت حتى رؤية والدها كما رفضت أن تغادر معه وفضلت البقاء تحت رعاية عائلتها الموصلية التي تبنتها لتبدأ حياة جديدة تحقق من خلالها أحلامها في إكمال دراستها بعد أن خاضت تجربة قاسية مع أحد إرهابي داعش عندما كانت في العاشرة من عمرها دمرت حياتي كلها طبعا عندما لأخذت وغصبت عليها طبعا هذا كله كان تدمير للحياة أنت كنت تحنين إلى الدراسة وإلى حياة خلي نقول ممكن الطفلة يعني كنت تحنين وانت في بيتك كنت تحنين إلى هذه الحياة وشون كنت تفكرين بيها طبعا كنت أحنلها يعني كنت أحن بس أريد أني أرجع مثل قبل أو أخلص منه أو أروح أكمل حياتي ودراستي من هذا السبب الآن بعد ما خلصت من عنده وانتهى هذا الموضوع شنو هي أنت أحلامك أنت بهذا العمر شو صارت أحلامك بيش تحلمين أنت وشو مخططة أنت شراح تسوين هسا شو راح تكملين حياتك أكمل حياتي بدراستي وأبدأ حياتي أهم شي بدراستي وكمل تعليمي هاي أسعد أمني بحياتي يعني تقدرين أنه أنت راح تقدرين تكملين حياتك بشكل طبيعي وتكملين دراستك وتأمنين مستقبلك بعيدا عن الشي اللي صار معك أي طبعا شو راح تقدرين تنسين هاي التجربة اللي انت دخلت بيها واللي خطيها انت والله صراحة هي التجربة اللي مريت بيها ما تنسي ولا راح أقدر أني أنساها وحاول أني أنساها بس إن شاء الله حاول أني أنساها شجاعة نور اجعلتنا نشعر بالسعادة تجاهها قبل أن نغادر المكان فبرغم ما مرت به من قصة مؤلمة إلا أن إصرارها على إكمال دراستها وحياتها فتحت لها آفاق مستقبل أفضل في أحضان عائلتها الجديدة ومن المؤمل أن تحمل لها السنوات المقبلة كل الخير أحييكم من جديد أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية ودولة الإمارة العربية المتحدة والبحرين ومصر قائمة جديدة لأفراد وكيانات إرهابية تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف تسعة كيانات وتسعة أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها إلى ذلك أكد بيان صدر عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وأشار البيان إلى أنه ومع ملاحظة أن السلطات القطرية أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب إلا أنها غير كافية وقال إن القانون القطري الصادر في عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية وأوضح البيان أن للدوحة تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقيات والالتزامات القانونية وشدد البيان المشترك أن الخطوة العملية المرتقبة هي تحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية وقال البيان إنه لضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين في الشأن اليمني حققت قوات الشرعية خلال الساعات الأخيرة تقدما ميدانيا على جبهات عدة فيما شنت قوات التحالف العربي ضربات جوية استطاعت من خلالها أن تدك أوكار الإنقلابيين في عدة مناطق قتل خلالها عشرات الإنقلابيين وقصفت مقاتلات قوات التحالف العربي خلال الساعات الأخيرة أهدافا وواقع عسكرية وثكنات لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن إلى مصر حيث قال الجيش المصري إن سبعة مدنيين قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في شمال سيناء متهما الخلايا الإرهابية بالوقوف خلف الهجوم الذي كان يستهدف أحد كمائن القوات المسلحة وأوضح الجيش أن السيارة انفجرت عقب عملية التصدي لها حذر باحثون متخصصون من أن عدد من المناطق في جنوب أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تكون مهددة بنشوب حروب ونزاعات من أجل المياه في المستقبل تفاصيل أوفى مشاهدين في تقرير الزميلة ديمان جم عدة مناطق في جنوب أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تكون عدة للحروب والصراعات من أجل المياه وبحسب باحثين متخصصين فإن مشكلة توفر المياه العذبة بدأت تزداد حدة على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة بسبب انفجار التعدد السكاني في المعمورة وتنامي أطماع الاقتصاد العالمي وكذلك بسبب التغيرات المناخية ذكر الباحثون من جامعة أوريغون أن النزاعات من هذا النوع يمكن تجنبها في حال وجود اتفاق بين دول متجاورة حول تقاسم الوصول إلى مصادر المياه مثل الاتفاق المعمول به بين الولايات المتحدة وكندا في نهر كولومبيا إلا أنهم أشاروا إلى أن الأمر ليس كذلك في معظم الحالات إذ أن الوضع يغدو أكثر تعقيدا بسبب عوامل مختلفة مثل النزاعات القومية المتطارفة والتوترات السياسية والجفاف والتغيرات المناخية وفي هذه الظروف تندلع نزاعات حول موارد المياه باستمرار وبعضها مثل الصراع بين الهند وباكستان على وادي نهر جانج يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى حرب تقليدية واسعة النطاق بل وحتى إلى حرب نووية ذات بعد إقليمي حدد فريق الباحثين عددا مما أسموه النقاط الساخنة بعد قيامهم بتحليل الوضع حول 1400 خزان مياه أو سد موجود حاليا أو قيد الإنشاء يسد مجاري الأنهر بطول حدود بين دولتين أو أكثر تقع معظم هذه السدود في جنوب وجنوب شرق أسيا حيث احتمال نشوب نزاع على أنهر شبه القارة الهندية والهند الصينية يبقى مرتفعا جدا أما المنطقة الأكثر تعرضا لمخاطر اندلاع النزاعات على مصادر المياه بحسب الباحثين فتقع في شمال أفريقيا قرب منبع النهر النيل وفي وادي نهر أواش بأثيوبيا حيث أطلقت حكومة هذا البلد مشاريع عدة تخص بناء سدود في حوض النيل الأمر الذي قد يقلص بصورة جسيمة حصة مصر من المياه ليكون ذلك سببا لنزاعات حادة بين القاهرة وأديس بابا على خلفية تفاقم الأزمة الناتجة عن حالات الجفاف وتردي المحاصل وأعرب الباحثون عن أملهم في أن يولي السلسة والدبلوماسيون الاهتمام إلى معطياتهم ويستخدمونها لمنع وقوع صراعتهم في المستقبل الأمر الذي يستدعي توقيع اتفاقات ثنائية بشأن تقاسم الموارد المائية أو اتفاقات متعددة الأطراف تشمل أقاليم أو قارات بأسرها يشير الأرقام الرسمية المسجلة إلى أن الوفيات المرتبطة بمرض الأيدس انخفضت إلى النصف خلال عقد من الزمن وذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك حول فيروس نقص المناع الأيدس أن الوفيات انخفضت من ذروتها البالغة مليون وتسعمائة ألف حالة وفات في عام 2005 إلى مليون خلال العام الماضي تطوير فحص جديد لتنبؤ بالإصابة بالأزمة القلبية والأكثر عرضة للخطر كي يتلقوا المزيد من العلاج المكثف لتجنب الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تفاصيل أكثر حول هذه الدراسة مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن طور علماء أسلوبا جديدا لفحص القلب يمكن من خلاله توقع الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأزمة قلبية وأشار فريق العلماء في جامعة بريطانية إن أسلوب الفحص الجديد ثورة في علاج أحد أكثر الأمراض المميتة في العالم ويقوم الفحص على تحليل الدهون والالتهابات حول الشرائين لمعرفة أيها في طريقه لأن يؤدي لأزمة قلبية وقد يوفر الفحص فرصة للمرضى الأكثر عرضا للخطر كي يتلق المزيد من العلاج المكثف لتجنب الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية وتكشف الدراسة أن الالتهاب يغير سلوك الدهون في محيط أو خارج الأوعية الدموية وحينما يكون هناك التهاب تبدأ الدهون في التحلل وتصبح الأنسجة المحيطة أكثر رطوبة وتعد تلك الدراسة بمثابة البداية فقد أظهرت إمكانية رصد هذه التغيرات لدى الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية في القلب بالفعل وقال الباحثون إن هذه التقنية ربما يمكنها أن تتوقع من سيصاب بأزمة قلبية في المستقبل مما يعني أن بإمكانك أن تذهب إلى طبيبك ليغير لك الوصفة الطبية ويمنع حدوث الأزمة قبل وقوعها وإذا أثبتت هذه التقنية نجاحها في تجارب أوسع على المرضى يمكن أن تقود إلى علاج أكثر فاعلية لتجنب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية قاتلة حيكم من جديد مشاهدنا ونتحول وإياكم إلى مختراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها فيل ذو أذنين حمراويين فوجئ أحد العمال المصرفين في الهند برؤية فيل بأذنين حمراويين أثناء رحلته إلى إحدى الحدائق الهندية وقام بالتقاط صور للفيل الآسيوي الغريب في متنزه والذي أدى تصبغ في جلده إلى ذلك اللون المميز بين جنسه نتحول وإياكم مشاهدين إلى صحيفة اليوم السابع المصرية وجمعية برتغالية تدرب كبار السن على الرسم على الجدران جاء في تفاصيل الخبر لجأت جمعية برتغالية إلى وسيلة جديدة لإخراج كبار السن الذين تتراوح عمارهم من 70 إلى 90 عام لتدريبهم على الرسم على الجدران لإخراجهم من عزلتهم والتمتع بالحياة وتقوم الجمعية بعملية تدريب تستغرق خمسة أيام وبعدها تقوم بإخراجهم إلى الشوارع لممارسة فن الرسم على الجدران نطالع مشاهدين من صحيفة الإمارات صحيفة الاتحاد الإماراتية والداء رضيعا يوافقان على السماح بموت طفلهما تخلى والدان لطفل بريطاني عن معركتهما القانونية لمنح الطفل المصاب بمرض عضال المزيد من العلاج وسيجريان مناقشات مع المستشفى الذي يعالج به في لندن بشأن الطريقة التي سيسمح بأن يموت بها ومشاهدين إلى صحيفة القبس الكويتي التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم نخلة تقتل مذيعة مشهورة وثق مقطع مصور لكاميرات مراقبة مثبتة في أحد شوارع الهند لحظة موت مذيعة هندية شهيرة وذلك إثر سقوط نخلة عليها وتم نقل المذيعة إلى المشفى على الفور إذ أصيبت في نزيف حاتف المخ ما أدى إلى وفاتها في اليوم التالي نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا في خبرنا الأخير أصدرت وكالة الفضاء ناسا دليلا لتحذير الناس من مخاطر كسوف الشمس فمن المقرر أن يكتسح الكسوف الكلي أمريكا الشمالية يوم 21 من الشهر المقبل إذ يعد واحدا من الظواهر الطبيعية المذهلة خلال المدة المقبلة ولكنه أيضا يشكل خطرا كبيرا فمشاهدته بشكل خاطئ يمكن أن يضر العين والمعدات المستخدمة للقيام بذلك إذا مشاهدين إليكم الآن خبرنا الأخير وفيه قالت الشرطة الإيطالية أنها اعتقلت شقيقين يشتبه في أنهما سرقا عشرات الصرفات الآلية بينما كان كل منهما يضع قناعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعيد ذلك إلى الأذهان فين بوينت بريك الذي أنتج في عام 1991 والذي تقوم فيه عصابة من راكبي الأمواج بوضع أقنعة لرؤساء أمريكيين السابقين أثناء سرقة البنوك ترجمة نانسي قنقر وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 45% من الرقام القوات العراقية تعلن عن المعركة الجديدة المرتقبة في القائم والعالم مهدد بحروب والصراعات من أجل المياه بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة مثلنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنبى كونوا معنا